اشتركوا في القناة اسم اطلقه المسلمون على شبه جزيرة ايبيريا اسبانيا والبرتوغال اليوم عام 92 للهجرة الموافق ل711 للميلاد عبر اول فارس مسلم ارض الاندلس لقد كان فتحا مبينا لطارق ابن زياد عدما اجتاز جيشه المضيق الذي سمي باسمه الى الان لتخضع وتنعم الاندلس تحت الحكم الاسلامي لثمانمائة عام والى اليوم كلما مر واحد منا بمدن الاندلس من مدريد وطوليترا في الوسط الى صلاقصطة في الشمال او توجه جنوبا الى غرناطة وقرطبة واشبيليا ومالاقا يجد كثيرا من الشواهد التي تؤكد ان للمسلمين هنا تاريخا يحكى في كل اركان هذه البلاد لشواهد ناطقة كجزء من تاريخ اسبانيا اليوم ليرويه الاحفاد للابناء عما كان لاجدادهم المسلمين هنا من حضارة وانجازات لقد اسس المسلمون هنا حضارة عظيمة هي الاطول في عمر تاريخ هذه المنطقة ونقلوا اليها الادب والفن والطب وكل فنون الحياة خاصة العبارة الاسلامية العظيمة التي اصبحت الطابع الغالب على اسبانيا كلها وببراعة امتازت اسبانيا اليوم بفضل المسلمين بمدن عظيمة بنيت هنا وحسنت بأسوار عالية ومبان فخمة رائعة وزينت بحضائق غناء وبما فيها من فنون اندلسية عظيمة لتصبح اسبانيا اليوم قبلة للزائرين وهو بدهشة يتأملون ما تركه أولئك الآباء والأجداد من معالم وآثار تشهد لهم بالعظمة والإجلال لقد بدأ عصر وانتهى آخر لكن التاريخ لن يتوقف عن حكاية أساطين تلك الحقبة من التاريخ بروعة تلك المرحلة إنه تاريخ يحكى بالجديد تاريخ الأندلس موسيقى في الغرب الأوسط من إسبانيا وعلى بعد نحو ستين كيلو مترا من حدود البورتوغال الحالية هناك مدينة تاريخية مهمة كان لها دور كبير في مرحلة الوجود الإسلامي في الأندلس بكل تفاعلاته وأحداثه منذ فتح هذه البلاد إلى سقوطها هذه المدينة عرفت في التاريخ الإسلامي للأندلس باسم ماردة ماردة الآن هي إحدى مدن مقاطعة بطالياوس التي تقع إلى الغرب منها قليلا على حدود البورتوغال ويخترقها نهر يانا وهذه المدينة واحدة من المدن الأربع الكبرى التي بناها الرومان في شبه الجزيرة الإيبيرية وهي قرطبة وإشبيلية وتليطلة بالإضافة إلى ماردة وكانت تسمى في العصر الروماني أغوستا إميريدا على اسم قائدهم أغسطس وأقاموا فيها تحصينات وقلاعا وأسوارا وقناطر كثيرة ومن المقطع الثاني في اسمها اشتقى المسلمون اسمها الأندلسي ماردة ويسميها الإسبان اليوم ماردة وتتشابك في هذه المدينة الأثار الرومانية والإسلامية مع المباني الحديثة فتح المسلمون مدينة ماردة في موجة الفتوحات الثانية التي قادها موسى بن نصير عام 94 للهجرة أو 713 للميلاد بعد اكتمال فتح إشبيلية إلى الجنوب منها وكانت ماردة معقلا خطيرا في أيدي القوت خلف خطوط المسلمين التي تجاوزها طارق بن زياد خلال تقدمه السريع نحو توليطلة عاصمة القوت حين ذاك وقد تحصن في ماردة كثير من فرور القوت الذين جاءوا إلى قلاعها الحصينة بعد هزيمتهم في معركة وادي لكا ولذلك استغرق حصار المسلمين حول أسوارها بضعة شهور وتشير المصادر الإسلامية إلى أن فتح ماردة اكتمل يوم عيد الفطر من ذلك العام بعد جهود شاقة فقدوا فيها كثيرا من جنودهم وما زال هناك حصن في المدينة يعرف باسم برج الشهداء يشكل شاهدا على التضحيات التي بذلوها في هذه المدينة بعد هذا الفتح هدأت الأحوال في ماردة وتفاعل أهلها مع الإصلاحات التي أدخلها موسى بن نصير وتمكن بها من رد مظالم القوت الاقتصادية والاجتماعية وعاشت في هذه المدينة بوي آم جميع العناصر المسيحية واليهودية والمسلمة هذا الفتح الإسلامي الذي جاء إلى الأندلس جاء بعدالة الإسلام وبرسالة التسامح التي تحفظ للناس حقوقهم ويتطلب منهم ما عليهم من الواجبات ولذلك عندما أتى الإسلام وجدنا في إسبانيا وجدنا أن المسلمين يعطون الناس حقوقهم فلم تنزع الأراضي من طبقاتهم نبلاء وإنما أعطيت لهم ولم يفرض عليهم الكثير من الضرائب ولم يرغموا باعتناق الدين الإسلامي ولم يأخذ أموالهم وحفظت حقوقهم ولذلك عندما رأى الناس هذا التسامح وهذا المفهوم الرائع للدين الإسلامي فسارع الناس إلى اعتناقه نظرا لهذا الواقع الجديد وتأسفا وتحصرا على الماضي المظلم الذي كان يعيشونه في غياهب الظلم والجهل والتعسف من الدولة القوطية من ماردة واصل موسى بن نصير فتوحاته في الأندلس ومنها أرسل سرية لفتح البورتوغال بقيادة ابنه عبد العزيز ثم اتجه شمالا إلى طلبيرا حيث انتقى هناك بجيش طارق بن زياد وصارا معا نحو توليتلا أعاد المسلمون في مراحل وجودهم في ماردة بناء هذه المدينة مستفيدين من المنشآت والحجارة الرومانية القديمة وطبعت عملية إعادة البناء بالطابع الإسلامي الأندلسي وتنتشر في المناطق القديمة من ماردة التحصينات والأسوار والأبراج التي أعاد المسلمون بناءها وهي في مناطقها القديمة ذات طابع أندلسي واضح وتدل الآثار المنتشرة الآن فيما يعرف بالحديقة الأثرية القديمة في ماردة على مدى الازدهار الذي بلغته هذه المدينة في مرحلة الحكم الإسلامي حيث انتشرت فيها الحدائق والمتنزهات على الجوانب نهريانا من أبرز آثار ماردة القنطرة القديمة على نهريانا بجوار الأسوار الرومانية وقد جددها المسلمون وعززوا تحصيناتها لصد أي هجمات تستهدف المدينة خاصة في المناطق المحاذية للنهر وأقاموا حولها نظماً لرفع المياه إلى المدينة أما أسوار ماردة فهي تدل على ما بلغته هذه المدينة من قوة ومنعة في تحصيناتها وتضم في داخلها أطلال ما كان يعرف باسم القصبة أو القصر والقصبة في الأصل كانت قلعة رومانية ثم قوطية جددها المسلمون أكثر من مرة ولا سيما في عهد الأمير الأموي عبد الرحمن بن الحكم أوائل القرن الثالث الهجري أو التاسع الميلادي وقد بلغ عدد الأبراج التي أقيمت على هذه الأسوار خمسة وعشرين برجا وهناك لوحة باللغة العربية فوق إحدى البوابات بخط كوفي غير منقوط تدل على أن ما بقي من أسوار المدينة وأبراجها يمثل جزءا من مدينة إسلامية متكاملة المعمار الأندلس نجح بشكل كتير واضح واستمر إلى الآن يعني نحن اليوم نلاحظ نحن مو موضوع الحضارة المعمارية بالأندلس ليس هي موضوع حجر فقط فموضوع البستنة والحضائق والمي والجداول كانت موجودة وظهرة بشكل كتير أساسي بالعمارة يعني نحن اليوم العمارة الأندلسية هي عبارة عن عمارة دينية وعمارة مدنية وعمارة حربية فالتمازج هذا اعتمدوا كتير على الخضار على الطبيعة التي كانت موجودة وعلى طريقة تعاملهم معها اللافت للنظر أن المسلمين خلال حقبة وجودهم في هذه البلاد أبقوا على كثير من المنشآت الرومانية ولم يتلفوها كما أتلف الإسبان فيما بعد ما ساجده ففي مدينة ماردة حافظ المسلمون على معبد روماني ومسرح كبير فضلا عن قوس تراجان الشهير ومما اهتم به المسلمون في ماردة المنشآت المائية التي اشتهرت بها الأندلس وتحفل ماردة إلى اليوم بكثير من هذه المنشآت من بينها أنفاق ما زالت قائمة استخدمت لنقل مياه النهر إلى المدينة ولم يكتفي المسلمون بالجانب الوظيفي العملي لهذه المنشآت بل اهتموا أيضا بالجانب الفني الجمالي فزينوا منشآتهم بزخارف نباتية إسلامية توضيف جمالا إلى ما بنوه في هذه المدينة كما بنى المسلمون أحواضا ضخمة لترسيب المياه وتنقياتها قبل توزيعها في الأنابيب إلى بيوت المدينة ومساجدها وحصونها وتشرح إحدى اللوحات التي وضعها الإسبان بجانب هذه المنشآت المائية النظم التي تبعها المسلمون في رفع المياه وتخزينها وإيصالها إلى البيوت والمساجد الماء بالنسبة للعرب والمسلمين كان علاقة غريبة ليش؟ لأنه اختلفت العلاقة الحاجة للماء كشرب العلاقة الروحانية مرتبطة بالطهارة بالوضوء بموضوع مثلا تكرار آية جنات تجري من تحتها الأنهار العلاقة الروحية اللي صارت مع الماء أدى أنه المسلمين حتى بالحضارة الأندلوسية كان مو بس علاقتهم شرب وريه وجود الحمامات وجود المواضع في المساجد كان يتفاعل المهندس المعماري والجغرافي بتوحيد وتأمين مصادر المياه وتوصيل هالمياه لهالمنشآت الكبيرة اللي صارت بالحضارة الأندلوسية شهدت مدينة ماردة بعد سنوات من فتحها اضطرابات في مرحلة تأسيس الدولة الأموية في الأندلس لكن عبد الرحمن الداخل تمكن من القضاء عليها وأخضاعها لسيطرته ثم تجددت هذه الاضطرابات في القرن الثالث الهجري بتحريض من القوت وكانت تقود هذه الاضطرابات في الغالب عناصر ممن عرفوا بالمولدين وهم ذو الأصول المختلطة إلى أن تمكن الخليفة الأموية عبد الرحمن الثالث من إحكام السيطرات عليها فئة المولدين هي تلك الفئة التي نشأت إما بمصاهرة ما بين العرب والإسبان ونتج عنها بعض الأبناء وسمي بالمولدين أو أن هذه الفئة كانت من النصارى الذين أسلموا لذلك هذه تأتي لكن المشكلة في هذه الفئة أنها كانت تمثل أقلية في البداية وكانت الغالبية للبربر سواء من القبائل اليمنية أو القيسية أو القبائل البربرية التي تأتي بعد القبائل العربية البتر والبرانس وطبعا أشهر القبائل البربرية كانت قبيلة مصمودة هذه الفئة فئة المولدين كانت تعاني كثيرا وسط هذا الزخم الكثير لوجود العرب والبربر ولذلك كانت تحاول أن تجد لها نفسها مكانا داخل المجتمع الأندلسي وتحاول أن تشارك في الرأي وفي الحكم لكنها لم تنال ذلك كانت خطورة هذه الفئة أنهم لم يكونوا على الإسلام ومتمسكين بالإسلام أي أنهم سرعانا ما يعودوا إلى الدين النصراني ويتركوا الإسلام وكانت خطورتهم أنهم كانوا يتوزعون في كامل الأندلس يعني تجدهم في أشبيليا وطليطلة وغيرها من المدن على عكس الفئات الأخرى مثل العرب تجدهم يتمركزون في طليطلة أو في أشبيليا والبرأبر وكذلك فكانوا ينتشرون وكانوا مؤثرين ولذلك بعد أن ضاق بهم الحال ضرعا وعدم اهتمام المجتمع الأندلسي بهم قامت ثوراتهم مطلع القرن السابع الهجري اشتدت هجمات القشتاليين في الأندلس وحاصروا مدينة ماردة وتمكنوا من السيطرة عليها عام 619 للهجرة أو 1222 للميلاد قبل 25 سنة من سقوط إشبيلية وفعلوا بهذه المدينة ما فعلوا بغيرها من مدن الأندلس من تخريب وتغيير لملامحها الإسلامية وتحويل مساجدها إلى كنائس لكن عمق وقوة الحضارة الإسلامية في هذه المدينة تجاوز شدة التخريب فبقيت فيها شواهد كثيرة لم يتمكن القشتاليون من إزالتها كما استغلوا تحصيناتها وأصوارها الإسلامية هذه المنتجات الحضارية لا مثل لها في أوروبا وتحقق كافة مطلبات الإنسان هي فيها تقدم علمي هائل لم يكن موجود في أوروبا فيها تقدم إنساني هائل لم يكن موجود في أوروبا فبالتالي عندما جاءوا إلى المنتجات الحضارية هذه وجدونها إلى منتجات رائعة وتحقق متطلباتهم الإنسانية وبالتالي لجوا إلى الإبقاء عليها والمحافظة عليها وسكنها في العصر الحديث تجدد اهتمام الإسبان بإعادة ترميم الآثار الإسلامية في ماردة وبذلوا في ذلك جهوداً كبيرة وللتأكيد على الطابع التاريخي الإسلامي لهذه المدينة أقاموا في القرن التاسع عشر فندقاً على النمط الأندلسي له فناء ذو عقود وأعمدة عربية أندلسية وبعضها عليه كتابات عربية تعود إلى القرن التاسع الميلادي وربما صنع بعضها فيما بعد المعماريون المدجنون بعد سقوط المدينة في يد القشتاليين موسيقى 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 ماردة واحدة من المدن التي أسس المسلمون فيها حضارة عميقة الجذور ولم تتمكن القرون اللاحقة من إزالة ما بنوه خلال أكثر من خمسمائة سنة من موجودهم وحضارتهم في هذه المدينة موسيقى موسيقى